اهلا وسهلا بكم في قناة اكتشف مصر هتكلم النهاردة عن موضوع جديد بعنوان مصر بلد الحضارة وقبل ما ابدأ ياريت تشتركوا في القناة للسه ما اشتركش وتعملوا شير ولايك اللايك مهم جدا علشان الفيديو يترفع والكل يستفيد وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة تعد مصر من اقصر المناطق المأهولة في العالم سكنها المصريين القدماء الذين يرجع تاريخهم الى 3200 قبل الميلاد وقد سكنت الحضارات القديمة في مصر في شمال وادي النيل بسبب وجود مقاومات الحياة كاملة فوجود الماء يعني الحياة عاش المصريين القدماء على ضفاف النيل وعمل معظمهم في زراعة الارض وبعد حكم الاسر الفرعونية المتلاحقة وقعت مصر تحت حكم اليوناني اللي هو البطلمي عام 332 قبل الميلاد وبعد ثلاثة قرون من الحكم اليوناني غزاها الرومان عام 30 قبل الميلاد استمر الرومان في حكم مصر حتى الفتح الاسلامي عام 641 ميلادية وكان ذلك في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وكان الفتح الاسلامي لمصر بقيادة عمر ابن العاص وحد الملك ميناء قديما شمال مصر وجنوبها وبعد التوحيد لمصر العليا ومصر السفلة بدأت الحضارة المصرية القديمة واستمرت هذه الحضارة على مدى 3000 عام حكم مصر في هذه السنوات الطويلة ممالك كبيرة وبلغت الحضارة المصرية القديمة أشد قوة لها في زمن الدولة الحديثة الأسرات 18 و19 و20 وحدث هذا عندما قام ملوك مصر بعمل إمبراطورية عظيمة ولكن مع مرور الوقت حدث انحضار للحضارة المصرية القديمة حدث هذا الانحضار بعد مضي زمن الدولة الحديثة حيث استطاع الفرس بقيادة قنبيز الفارسي عام 525 قبل الميلاد من احتلال مصر ثم جاء الإسكندر الأكبر إلى مصر عام 332 قبل الميلاد وبعد وفاة الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد حكم البطاريما مصر وكانت الملكة كليوباطرا السابعة آخر حاكمة بطلمية وبعد هذيمة كليوباطرا وزوجها ماركا أنتونيوس في معركة أكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد استطاع الرومان بقيادة إكتاثيوس أغسطس احتلال مصر وبذلك بدأت حقبة جديدة في مصر وهي وقوع مصر تحت حكم الرومان السؤال دلوقتي لماذا عاش المصريين القدماء في وادي النيل عاش المصريين القدماء في وادي النيل بسبب توفر مقاومات الحياة الرئيسية تضطرب الخزبة والماء والمناخ الملائم بسبب وفرة الماء اصدارت الزراعة في مصر كما توفرت المعادن التي استخرجوها من منطقة وادي النيل وما حولها من المناطق الصحراوية لموقع مصر المتميز اصدارت التجارة فموقع مصر الجغرافي موقع فريد اهتم المصريين القدماء بالجيش وبالصناعات العسكرية وقد ساهم ذلك في استقرار البلاد لقد تمكن المصريين القدماء نتيجة لحالة الاستقرار التي عاشتها البلاد من بناء الأهرامات والمعابد المصرية القديمة والمقابر الملكية في وادي الملوك كذلك المقابر الخاصة بزوجات الملوك في وادي الملكات ومقابر العمال في دير المدينة بالأقصر اهتم المصريين القدماء بالرياضة ونرى ذلك بوضوح مرسوما على جدران مقابر بني حسن في المينيا كذلك اهتم المصريين القدماء بالطب والزراعة هذه الحضارة المصفية القديمة عرفت الرسم على جدران المعابد وعلى جدران المقابر وعرفت الحضارة المصفية القديمة ايضا المعاهدات واسكر هنا ان اول معاهدة سلام وجدت في مصر القديمة كانت اول معاهدة سلام بين الملك رمسيس الثاني وملك الحسيين وذلك بعد ان قامت الحرب بين البلدين فيما يعرف باسم معرقة قادش كانت الحضارة المصرية القديمة منارة للحضارات الاخرى في العالم فاخذ اليونانيين والرومان الفن والعمارة والاشكال المعمارية ورغم من الكثير من الاكتشافات الا ان الحضارة المصرية القديمة لم تبوح بكل اسرارها بعد فنحن لا نعرف حتى يومنا هذا كيف بنى المصريين القدماء الاهرامات الضخمة وكيف بنوا المعابد والمسلات وكيف حفروا مقابرهم في الصخر لاعماق كبيرة امن المصريين القدماء بالبعث والخلود فالموت ليس هو النهاية بمعنى ان الانسان سيعمد للحياة مرة اخرى بعد الموت حسب العقيدة المصرية القديمة اريد ان اسكر هنا ان معظم البيوت المصرية القديمة لم يوجد لها اثر وذلك بسبب بنائها بمواد سريعة التلف لان كانت المنازل والبيوت المصرية تبنى بالتوب اللابن وذلك الاعتقاد المصريين القدماء بان الحياة على الارض ليست حياة ابدية وحفروا بقابرهم في الصخور او بنوا اعراماتهم من الاحجار الضخمة لقي تبقى هذه المباني لانها تمثل حسب عقيدة المصريين القدماء حياة الابدية فالروح ستعود الى الجسد بعد الموت وبالروح والجسد يعيش الانسان مرة اخرى بعد الموت ده اللي انا كنت عايد احكيه النهاردة اتمنى انه يكون نال اعجابكم اشتركوا في القناة للي لسه مشتركش اعملوا لايك عشان الكل يستفيد عشان اللايك بيرفع الفيديو بتنسوش لو سمحتم تعملوا لايك وشيروا الفيديو ده علشان الكل يستفيد وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة شكرا لكم وللقاء في الفيديوهات اخرى قادمة كان معاكم محمد مصطفى سلام عليكم محمد مصطفى